بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنعرض لكم حل التدريبات الموجودة في الكتاب لدرس الإضافة وظرف الزمان والمكان وهمزة القطع والوصل طبعا سنبدأ أولا بدرس الإضافة آية تدريبات صفحة 54 يقول السؤال الأول املأ الفراغ في الجمل الآتية بالمضاف المناسب مما بين القوسين سفينة جيشة بوابة حرارة عصب لو لاحظتم إلى حركة الحرف الأخير في هذه الكلمات لو وجدتم أن مرة أتت مفتوحة مرة مضمومة ومرة مكسورة وهذا يدل على أن المضاف يعرب حسب موقعه من الجملة لنأتي الآن إلى قراءة الجمل الموجودة أمامنا ثم ننتقل إلى الحل الجمل فراغ الصحراء الماء فراغ الحياتي وقفت عند فراغ المدرسة ترتفع فراغ الجو في فصل الصيف سنأتي الآن إلى حل هذه الجمل لاحظوا إلى الكلمات الموجودة باللون الأحمر هذا حل هذه الجمل الجمل سفينة الصحراء إذن سفينة هي الكلمة المناسبة للفراغ الأول الجمل سفينة الصحراء الماء عصب الحياة والمقصود بكلمة عصب أنها أساس الحياة وقفت عند بوابة المدرسة ترتفع حرارة الجو في فصل الصيف لو أتينا إلى إعراب الجملة الأولى لنوضح لكم كيفية إعراب المضاف والمضاف إليه الجمل إعرابها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره سفينة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والصحراء مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة أريد تذكيركم في النقطة جيم وقفت عند بوابة المدرسة لو لاحظتم إلى كلمة عند عند ظرف وبوابة ذكرنا سابقا أن ما بعد الظروف يأتي ماذا نعم مضاف إليه إذن بوابة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة ستفكرون أن كيف أتت مضاف إليه وهو موجود بالسؤال أن ضع المضاف المناسب نعم هي إعرابها مضافا إليه مجرور علامة جره الكسرة ولكنها أضيفت أيضا إلى كلمة المدرسة إذن عند ظرف بوابة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة وهو مضاف والمدرسة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة ترتفع حرارة الجو في فصل الصيف إذن هذا الحل للسؤال الأول لننتقل الآن إلى السؤال الثاني يقول السؤال الثاني صل المضاف في العمود ألف بما يناسبه من المضاف إليه في العمود با ثم استخدم كل منهما في جملة مفيدة لننتقل إلى العمود ألف بيارات حقول خرير صهيل عواء ونقيق المجموعة با القمح البرتقال الحصان الماء الأسد الذئب الضفدع لننتقل إلى حل هذه الكلمات السؤال الثاني وهذا حله نقول بيارات البرتقال بيارات البرتقال جملة عليها تكثر بيارات البرتقال في مدينة يافا حقول القمح حقول القمح تزرع حقول القمح في المناطق الخصبة خرير الماء خرير الماء هادئ صهيل الحصان صهيل الحصان مرتفع عواء الذئب عواء الذئب مخيف نقيق الضفدع نقيق الضفدع مزعج إذن هذا حل السؤال الثاني في درس الإضافة ننتقل الآن إلى حل تدريبات درس همزة الوصل والقطع يقول السؤال الأول ميز همزة الوصل من القطع في الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أمامة بنت أبي العاص حفيدة الرسول العقبة تغر الأردن الباسم زارت إيمان صديقتها أحلام استيقظ أكرم مبكرا الكلمات المخطوط تحتها هي التي نريد أن نميز هل هي همزة قطع أم وصل الإحسان أمامة أبي العاص العقبة الأردن إيمان أحلام استيقظ أكرم والآن ننتقل إلى الحل وهذا حل السؤال الأول الإحسان همزة وصل لأنها بدأت بأل التعريف أمامة همزة قطع لأنها اسم أمامة اسم فتاة أبي همزة قطع لأنه أيضا اسم العاص همزة وصل لأنها بدأت بأل التعريف العقبة همزة وصل والأردن همزة وصل بسبب أل التعريف إيمان وأحلام همزة قطع لماذا؟ لأنهما أسماء استيقظ همزة وصل أكرم همزة قطع لو نظرنا إلى كلمة استيقظة لو وضعنا قبلها حرف الواو واستيقظة هل نطقت هذه الهمزة؟ لا لم تنتق إذن هذا يجعلنا أيضا نميز بين همزة الوصل والقطع بإضافة حرف الواو أو الفا قبلها ننتقل الآن إلى السؤال الثاني يقول السؤال الثاني املأ الفراغ بالهمزة المناسبة بهمزة القطع والوصل فيما يأتي أكمل حل المسألة يا عماد في الحقل شجرتان اثنتان أحب وطني سألت الولد عن اسمه ننتقل إلى الحل هذه الكلمات الموجودة في الكتاب والفراغ هو الذي خط باللون الأحمر المكتوب باللون الأحمر هو الفراغ الذي عليكم أن تملؤوه أكمل همزة قطع لماذا؟ ستسألون أنها فعل أمر لماذا لا نكتب همزة وصل؟ نعم أنتم تعودتم على أن فعل الأمر يكون همزة وصل ولكن هناك استثناءات كمثلا كلمة أكمل همزة قطع ولا يجوز أن نكتبها بدون الهمزة لأن لكل قاعدة شوال وسنتحدث عنه عندما نلتقي إن شاء الله اثنتان همزة وصل واسمه لنأتي إلى كلمة اثنتان واسمه من الأسماء المعروفة أنها تكون همزة وصل اثنتان واثنان واسمه وابن وابنة هذه أسماء معروفة أنها تبدأ بهمزة وصل وكلمة أحب همزة قطع لو وضعنا قبلها حرف الواو مثلا وأحب خرجت ونطقتها إذن هي همزة قطع هكذا نكون قد أنهينا حل السؤال الثاني ننتقل الآن إلى حل تدريبات درس ظرف الزمان والمكان موجود صفحة 66 يقول السؤال الأول املأ الفراغ بظرف المكان أو الزمان المناسب مما بين القوسين في الجمل الآتية مساء أمام حين يوم فوق ألف أزور بيت جدي فراغ الجمعة يبث التلفاز مباراة كرة القدم فراغ طار العصفور فراغ الشجرة ألقى طالب القصيدة فراغ لجنة التحكيم الآن نذهب إلى الحل عند قولي أزور بيت جدي متى أزور بيت جدي؟ نعم الجواب سيكون يوم الجمعة عندما أقول يبث التلفاز مباراة كرة القدم متى؟ متى يبث التلفاز مباراة كرة القدم؟ نعم الجواب سيكون مساء مساء طار العصفور فراغ الشجرة أين طار العصفور؟ نعم فوق الشجرة طار العصفور فوق الشجرة ألقى الطالب القصيدة فراغ لجنة التحكيم أين ألقى الطالب القصيدة؟ نعم أمام لجنة التحكيم إذن ألقى الطالب القصيدة أمام لجنة التحكيم وهكذا نكون قد أنهينا حل السؤال الأول ننتقل الآن إلى حل السؤال الثاني يقول السؤال الثاني استخدم الكلمات الآتية في جمل مفيدة تكون فيها ظروفا يجب أن تكون ظرفا كيف بدي أميز إنها ظرف؟ بالسؤال عنها بأين للمكان ومتى للزمان لتدل على الظرف الكلمات وقت خلف ليلا وقت خلف ليلا ننتقل إلى الحل حل السؤال الثاني وقت ذهبنا إلى الملعب وقت الاستراحة خلف اختبأ الطفل خلف الباب ليلا وصل أبي إلى المطار ليلا طبعا من يريد أن يكتب جمل أخرى فلا يوجد أي مانع حسب تأليف الطالب على هذه الكلمات ومن لم يعرف عليه كتابة هذه الكلمات الموجودة أمامكم والسلام عليكم ورحمة الله